تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلعي الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمية وتمكنتها الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 568 قضية تموينية مسندية وعينية بمضبوطات بلغة 730 طن وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستليئة على السلع المدعومة تم ضبط 25 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزيدة من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 671 طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السعر الرسمية تم ضبط 34 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 912 قضية من بينها 192 قضية خبز ناقص الوزن و196 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر